لسه كان لسه خارج من البوابع لسه خارج يعني لسه المكنة ماخدتش التاني لحد وابن احمد رزي جاي عكس طاير طاير وقال لي انا بعمل حشيخات ربنا لا فيش مسألة قانونية علي انا ساعدت المحامي بتاعي شرخي في الجمجمة كسر في الواجه وكله نزيب داخلي الستر متدمر الرئة متدمر اساسا الحدثة جالي بلاغ اتصل تليفوني اللي ابني عمل حدثة وتوجه لزايد التخصصي روقت رقيت الحالة متدمرة زايد التخصصي ومطلوب رعاية وكلام دي كله وليت واحد جالي بيقولي انا تبع احمد احمد رزي وانا متكافر بالمصاريف ومتكافر بكل حاجة وانا انت عايزه وش عايزه وكلمت كله ودينا رعاية في مستشفى الواجه التخصصي اقعد فيها 25 يوم كان بيفعله مبلغ مبلغ كبيرة كل يوم يومين وبعد كده ودي الاصر العيني والعملية اثرت شوية بدأ اثرت شوية واخر مكلمة مكلمانية هو شخصيا وقال لي انا بعمل عشان خطر ربنا لا فيش مسألة قانونية علي لا فيش مسألة قانونية انا بعمل عشان خطر ربنا عشان خطر عيالي مش عارف ايه والكلام دو كل مك اللي هو مدير اعمله كان كم يوم كده بيه كده ساعة ما كان في المستشفى الخاصة كان هو كان بيه يوميا بيه مك عشان يدفع الفاتورة بتاع المستشفى مسألة ما جينا الاصر هنا كل اسمه ولا كل كم يوم كده ما مك يتصل عليه ايه الاخبار ايه العالة انا موسع عليه ولا فيه وصاية ولا فيه ايه كلام الكلام اللي هو قاله الكلام برضو اللي جالي تريبونيا على طريق ايه واسط ضعشوه جنب كومبون بس انا ناسي اسم كومبون اللي هو ايه اللي هو قال عليه عددك جنب كومبون هناك كان بيودي دريفالي في كومبون هناك وخارج من البوابة وابن احمد ريزي جاي عكس طاير يعني الوصف اللي اتوصف لي طاير طاير كم يتكاير دي شوية راح شايله في وشه لسه كان لسه خارج من البوابة لسه خارج يعني لسه المكنة ماخدتش التاني لحتى متدمر خالص شرخي في الجمجمة كسر في الوجه كله نزيف داخلي ستر متدمر الرئة متدمر اساسا انا حضرتك انا مش كلمك حضرتك اسألي الجيران يعني مش عايز اقوله عشان ما اقولش اللي هو ابني الحمد لله كله بيحبه كله بيحبه موسيقى 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 موسيقى